السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا النهاردة وحدة جديدة اسمها المجموعات وعشان نعرف يعني ايه مجموعة هو ده الدرس بتاع النهاردة ماذا تعني المجموعة؟ المجموعة كده بيني وبينك هي الحاجات اللي كل الناس اتفقوا عليها ما تلاقيش ناس مختلفة فيها سبت الفكرة دي في دماغك هتقدر تقولي ايه اللي مجموعة و ايه اللي مش مجموعة تعريف الكتاب بيقولك هو تجمع الاشياء المعروفة فعلا حاجات الناس كلها عرفاها والمحددة تحديد تام مظبوط كده ولها صفة مشتركة بينها بتجمعهم حاجة واحدة قبل ما نكمل عشان اضمن لك انك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذكر فيه وبعد ما تخلص اي فيديو انزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقادر تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس يبقى انا لما قولك حدد ايا مما يلي يعتبر مجموعة واياهم ليست مجموعة هتفكر لو الحاجة دي كل الناس متفق عليها تبقى مجموعة ولو الناس هتختلف فيها كل واحد هيكون ليه رأي ما تبقاش مجموعة اول حاجة ايام الاسبوع ايام الاسبوع كل الناس متفق عليها من السبت للجمعة السبت الاحد الاثنين السلساء الاربعاء الخميس والجمعة تعتبر مجموعة طيب حواس الانسان لا حواس الانسان كل الناس متفق عليها الشم السمع البصر التذوق اللمس طيب التلاميذ طوال القامة في فصلك الولاد الطوال في الفصل كل الناس متفق عليهم ولا ممكن حد انت تشوفه طويل بس حد تاني يشوفه صير يعني معنى كده ان الاراء دخلت في الموضوع اختلفنا ما تبقاش مجموعة طيب اصابع اليد اليمنى لا اصابع اليد اليمنى كل الناس متفق عليها الابهام السبابة الوسطى الخنصر والبنصر طيب فصول السنة الجغرافية كل الناس عارفاها صيف خريف شتاء ربيع طيب شهور السنة الهجرية لا دول سبتين مجموعة محرم صفر ربيع اول ربيع تاني او اخر جمد اول جمد تاني او اخر رجب شعبان رمضان شوال زي القعدة او زي الحجة طيب الالعاب الجميلة هل كل الناس متفق ان اللعبة دي جميلة ولا ممكن انت تشوفها جميلة والحد تاني يشوفها مش جميلة ايوة زي مثلا كرت القدم انت بتشوفها جميلة بس البنات مش بيشوفوها جميلة دخلنا في القراء اختلفنا مباقتش مجموعة طيب الوان علم مصر الوان علم مصر دي مجموعة احمر ابيض اسود الاتجاهات الاصلية الاتجاهات الاصلية مجموعة شمال جنوب شر غرب القصص الجميلة انا ممكن احكي لك حكاية انت تشوفها جميلة وحد تاني تشوفها مملة اختلفنا القراء دخلت في الموضوع ما بقتش مجموعة شهور السنة الميلادية لا دول سبتين وطالما سبتين تبقى مجموعة وبالمرة برضو عايز اقول لك الشهور اللي 30 يوم وال31 يوم هنبتدي نعمل ايدنا كرة وهنعد من فوق اي شهور من فوق 31 اي شهور تقع اول شهر من فوق يناير 31 الشهر اللي وقع فبراير بس فبراير الوحيد هو اللي اقل من 30 يوم يعني فيه سنين بيبقى فيها فبراير 28 يوم واسنين تانية بيبقى فيها 29 يوم مارس فوق 31 ابريل وقع 30 مايو فوق 31 يونيو وقع 30 يوليو فوق 31 اغسطس فوق 31 سبتمبر وقع 30 يوم اكتوبر فوق 31 يوم نوفمبر وقع 30 يوم وديسمبر اخر شهر 31 يوم فوق لان انت اول شهر واخر شهر واحد وثلاثين يوم وده كان درس النهاردة كان يهمني تعرف ايه المجموعة وايه اللي مش مجموعة لازم تشوف الدرس الجاي التعبير عن المجموعة مهم جدا جدا وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي انا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل درس جديد وتنزل تحت في الوصف هتلاقي لينك الامتحان ادخل حل الامتحان عشان ترتاح من الدرس ده خالص اشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته